موسيقى اهلا وسهلا مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج تفاصيل اللي رح نتناول فيها موضوع مرسوم التجنيس هزا الساحة اللبنانية هالأسبوع مرسوم التجنيس اللي راجع للذاكرة ضرورة وضع قانون خاص لأعطاء الجنسية اللبنانية نتوقف بجولة لنشوف شو الشروط لأعطاء الجنسية بدول أجنبية وعربية بتقرير للزميلة راشا زغريني اكتساب عدة جنسية هو طموح عند أغلبية الأشخاص فبيقدر يتنعم الشخص بمؤادرة عدة بلاد باعتباره مواطن شرعي فيهم لكن هناك عدة أجراءات لازم يلتزم فيها لحصوله على الجنسية يلي وضعها كل بلد وأهمها الجنسية الألمانية لحصول المولود داخل الأراضي الألمانية على الجنسية لازم أنه يكون أحد الأبوان ألماني أو الشرط التاني هو أنه يكون أحد الوالدين يلي معه جنسية أجنبية مقيم بالبلد أكتر من 8 سنين ومستفيد من حق الإقامة الدائمة ولأنه الإلون الألماني ما بيسمح بإزدواج الجنسية لازم على الطفل أنه يختار بسيبلغ 18 سنة إذا كان رح يحتفظ بجنسية الألمانية أو جنسية أهله أما بالنسبة للجنسية البريطانية فبتشترط بريطانيا لمنح الجنسية أنه يقل سن المتقدم عن 18 سنة وكذلك الإقامة لمدة 5 سنوات وأنه ما يتجاوز جمالة فترة مغادرة الدولة خلال هيد الفترة 450 يوم هيدا إذا ولد الطفل بالخارج لأبوين مواطنين بريطانيين فبيحصل على المواطن البريطانية بالنسب الجنسية الفرنسية إذا كان أحد الوالدين فرنسي فأنه المولود بيحصل بطريقة تلقائية على الجنسية الفرنسية ولو أنه الأبوين أجنبيين فأنه الإبن فيه يحصل على الجنسية الفرنسية بس يصير عمره 18 سنة وإذا أثبت أنه أقام بفرنسا بصفة دائمة لفترة مستمرة أو متقطعة لمدة 5 سنوات من سن 11 وفيه أنه يغيب عن فرنسا لمدة أقصها سنتين بين 11 سنة و18 سنة وفيه يحصل على الجنسية عن طريق الزواج من مواطن من جنسية فرنسية الجنسية البلجيكية بتخلي الأطفال المهاجرين الحصول على الجنسية البلجيكية إذا كان أحد الأبوين مقيم ببلجيكا لمدة 5 سنوات على الأقل خلال سنوات العشرة الأخيرة المتقدم للحصول على جنسية لازم أنه يكون أقام ببلجيكا فترة ما بتقل عن 5 سنوات بحد أدنى وزواج من مواطن أو مواطنة بلجيكية يمكن الحصول على جنسية خلال 6 شهر من تقديم الطلب لكن لازم أنه يكون الشخص أمضى على الأقل 3 سنوات ببلجيكا جنسية تركية يمكن الحصول عليها تلقائيا من الولادة على أساس النسب فلو كان أحد الأبوين من الجنسية التركية فأنه المولود تركي الجنسية تلقائيا ولازم أنه يكون الأجنب المتقدم للحصول على الجنسية التركية عيش بتركيا بيدون انقطاع لخمس سنوات وأنه يكون عمره 18 سنة جنسية اليونانية وفقا للأنون اليوناني المتعلق بالجنسية اليونانية فأنه الطفل يلي بيولد بالأرض اليونانية والأبوين مش من الجنسية اليونانية بإمكان الحصول على جنسية بشروط وبينها تسجيله للدراسة بمدرسة يونانية ومواصلته لمشواره الدراسة أثناء تقديم طلب للحصول على جنسية الجنسية المصرية وفق الأنون المصري بيحقل الشخص الحصول على جنسية بعد عشر سنوات من الإقامة بالبلد وأنه ما بيحقله تقديم الطلب إلا بعد بلوغه الـ 21 من عمره وبيشترت أنه يكون بلعهات جسدية وحسن السلوك وغير محكم عليه بجرائم وأنه يعرف اللغة العربية بالمقابل يعتبر أي شخص مولود بمصر مواطن بحال كانت الأم مصرية وجنسية الأب غير معروفة أو من ثبتت قرابة الأب بشكل أنوني أو إذا ولد من أب غير معروف بلبنان بتختلف أساليب أعطاء الجنسية فالأنون الصادر بالعام 1925 أعطى الحق لرئيس الجمهورية بمنح الجنسية بموجب قرار وهذا اللي بيصير بكل عهد بظل غياب أنون بنظم الموضوع إدارياً وقضائياً ومع كل أنون تجنيس بيتذكر الناس مشكلة العام 1994 منشوف شو هي بهذا التقرير بتاريخ 26994 صدر المرسوم رأم 5247 اللي منح الجنسية اللبنانية لأكتر من 100 ألف شخص توزعوا لأربع فئات لحاملين بطاقات قيد الدرس مكتومي لأيد أهالي الأرى السبع وأجانب مع جنسيات من أكتر من 80 دول مختلفة تحول المرسوم لموضع شكوى عند العديد من الأوساط وتقدمت الرابطة المارونية بالطعم فيه قدام مجلس سورة الدولة فمرأ بمرحلة المراجعة القضائية اللي انتهت بصدور قرار مجلس سورة الدولة السنة 2003 وأحيلت القضية على وزارة الداخلية لإعادة درس ملفات المجنسين وبسبب هالقرار مفتحت مرحلة جديدة لإعادة النظر الإدارية بملفات المجنسين لتصدر بالعام 2011 مراسيم جديدة قاضت بصحب الجنسية من أكتر من 170 من المجنسين منهم مكتومي أيد تبين أنه عندهم أصول غير لبنانية أو فلسطينيين مسجلين بسجلات مدرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين باللبنان وغيرهم وبعد عملية التجنيس الجماعي اعتبرت الدولة اللبنانية أنه بيهدف لرفع الظلم عن المحرومين من الجنسية إلا أنه تبين وجود خلفية سياسية ومتعلقة بالانتخابات فهل راح ترافق الشكوك كل عملية التجنيس؟ طالب بعض القانونيين بوضع شروط صارمة لأعطاء الجنسية اللبنانية وخضوع ملف كل شخص بيتقدم للتجنيس للتدقيق لأنه في بعض الأسماء بهذا المرسوم الجديد مش معروف من وين أو كيف أجدت فمين الأحق بأخذ الجنسية اللبنانية بحسب الشارع اللبناني نتوقف بهالتقرير للزميلة نور سليمان الأول شيء اللبنان صغير ما عاش يسياح هو اللبناني عم يهربوا يعيشوا بره هيدو حراموا يحدي ياخد جنسية اللبنانية الأدهم لازم يحقل له نحنا وعد مردوح لبرة أنا ابني معه جنسية كندية قل له خمس سنين أخذها ومرته لبنانية مش منها منها كندي إيه أكيد لازم تعطي أما بداش تعطي ولدها ميمدو يعطي الجنسية هذا شخص صر له متما قلت لك فترة طويلة قاعد وشتغلوا عمال بزنس هون مثلا أو شيء أكيد مفروض شوي يندعم بموضوع الجنسيات أي شخص في عنده مواصفات تخليكم منتمي للبلد هون لا شو بدو سين لبنان والله لا شو ما هذا اللبنان خربين لا اقتصاد ولا شيء ولا أبدا أبدا ما حدا الحده ما حدا الحده جنس لبناني لا 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 دور بدي أنه ألعظ أنا السوري مفروض أنه جنسي سوريا يعني ليش لا أردت جنسة بقل إذا كانت أمه لبنانية إذا كانت الأم لبنانية بحقل له يا خلق لا لبنان بيجيب عليها غربية فينا نتجنس فوقنا إحنا بحقل له ينسى يحصل على الجنسية لبنانية اللي بتكون أمه لبنانية عرفت كيف؟ أو بتكون مثلا يعني بيستحق يعني بيكون صاروا زمن فترة طويلة باللبنان يعني بيحق بيحق بيحقل له طب طلع بكل بلاد العالم بيأخدوا جنسيات بعد سبع سنين بيعطوا جنسية مزبطة لا لا طب نحن عنا هنا ناس مرأ أما بيكون أمه لبنانية مع محساعة جنسية يعني لا نحن معا يعطوهن أمه لبنانية أكيد بس هيد الحالي برأياه لأنه هون بصراحة معنا دولة قانون وبتراعي هدول المواضيع يعني إذا اليوم القصة قصة مصاري بس بتخيل موضوع مصاري مش قوانين مزبوطة البرد مش لازم يعود يعطي جنسية لحده لأنه لازم البرد هو عنين وميتين بالجوح ما حدا إلا اللبناني فقط لغير كل مقيم أكثر من عشر سنين لازم يجنس بمؤمن رأيي الناس القانون بيتضمن معايير وشروط محددة لأخل الجنسية اللبنانية فشو هي هالمعايير؟ نتوقف باتصال مع الوزير السابق زياد بارود أثار المرسوم الجمهوري الصادر من الرئاسة اللبنانية بشأن تجنيس الأجانب بالبلاد جملة من الاعتراضات وردود الفعل الغاضبة بالأوساط السياسية والشعبية اللبنانية موضوع منح الجنسية اللبنانية لأجانب يعد واحد من الملفات اللي تركت علامات سودة بالعهود السابقة واثارة بلبلة فبالأربعة وتسعين صار في تجنيس واليوم عمير جاء يتكرر السيناريو نفسه من خلال الضجة اللي أثار هيدا المرسوم فشو سبب إصدار هيدا المرسوم؟ هيدا الموضوع كل مرة يطرح مع إشكلية لافت إنه يمكننا بيحكوا بالنواحي القانونية لمرسوم التجنيس بس بالواقع الخلفية سياسية المشكلة بش بالمرسوم بمرسوم التجنيس بالمطلق المشكلة هي بالشروط المطلوبة ليكون يعني الشروط نفي نمنحه الدولة الليبنانية جنسيتها أن يكون مستحقا نعم تفاوت يت الأراء حول مرسوم التجنيس فاعتبروا البعض خطوة هامة لرفع الظلم عن عدد كبير من المقيمين باللبنان اللي ما بيتمتعوا بحقوق المواطنة فيما اعتبروا آخرين عملية تغيير ديموغرافي واجتماعي خطيرة فهل من معايير معينة يرتكز عليها لأعطاء الجنسية؟ هناك شروط ترتبط بالإقامة لأنه نحن ربطة الدم هي الأساس في الحصول على الجنسية لبنانية يعني عند الولادة إذا الأب لبناني بسبب رابطة الدم يعطي تلقائيا وفورا جنسيته اللبنانية إلى أولاده وبالإضافة لهالمعايير كمان منذكر كل شخص مولود بأراضي لبنان الكبير وما ثبت أنه اكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية أجنبية كل شخص يولد بأراضي لبنان الكبير من والدين مجهولين أو والدين مجهولين تابعية الولد غير الشرعي اللي تثبت بنوته وهو قاصر بيتخذ التابعية اللبنانية المرأة الأجنبية اللي بتقترم بلبنانة بتصير لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تزيير الزواج بألم النفوس بناء على طلبة المرأة اللبنانية اللي بتقترم بأجنبه بتبقى لبنانية إلى أن تطلب شط بقيدة من سجلات الأحصار لاكتسابها جنسية زوجة يجوز للمرأة اللي فقدت جنسيتها اللبنانية أثر اقترانة بأجنبه أنه تستعيد هيدا الجنسية بعد انحلال الزواج بناء على طلبة أما القانون الصادر بـ 27.5.939 بنص على يمكن منح الأجنب الجنسية اللبنانية بمقتضى مرسوم بناء على طلبه وبعد إجراء تحقيق بشأنه ضمن الشروط التالية إذا ثبت أنه أقام بأراضي الجمهورية اللبنانية إقامة فعلية غير منقطعة مدة عشر سنوات إذا أثبت أنه بعد اقترانه بأمرأة اللبنانية أقام بلبنان إقامة غير منقطعة لمدة خمس سنوات على الأقل تبتدأ من تاريخ زواجه فيه أنون صادر سنوات 1939 بيقول بمطرح أنه الدولة اللبنانية فيها طاعة الجنسية لمن قدم خدمات جل جلة للبنان بس هيدا النوع من الجنسية لا يعطى بمرسوم عادي يعطى بمرسوم يتخذ في مجلس وزراء هيدا الفرق تساؤلات عديدة حامت حول مرسوم التجنيس بسبب الغموض اللي رفقه فهل من إمكانية بتطعن فيه؟ ومين بحقله يطعن؟ إذا كان هناك من يرغب في الطعن فعندها بعد النشر يصبح الطعن أكثر ممكناً بشكل أفضل وهذا الطعن قد يؤدي إلى إبطال جزئي للمرسوم في حال استمرار وجود أسماء مخالفة أو أسماء لا تستوفي شروط بمعنى يبطل منح الجنسية لشخص ما بالتحديد غير مستحف لهذه الجنسية نشارة وزارة الدخلية مرسوم التجنيس على موقع الإلكتروني لا يبقى في أسئلة أجوبتها غامضة مثل شو كان الهدف من تمرير المرسوم ليتوقع عليه بـ 11 أيار وشو الهدف من إخفائه وهل تعدل عليه بعد ما حولوا رئيس الجمهورية للأمن العام؟ وهيك منكم وصلنا لخطام حلقتنا لليوم من برنامج تفاصيل تحية لكم من فريق العمل وإذا عندكم أي اقتراحات لمواضية حبين نطرحها اعملوا كومنت وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك على صفحتنا على فيسبوك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة